مع كل هذه العمليات التي نراها استهدفت مباشرة لقادة بالحرس الثوري ومسؤولين أساسيين بالنسبة لإيران على الأقل بسوريا ولبنان ما هو حجم الرد العسكري الذي يمكن أن تلجأ إليه إيران وهنا نتحدث عن قدرات ولا نتحدث عن قرار سياسي تمام يعني أولا عندما نريد أن نتحدث عن قدرات قبل ذلك دعينا نتحدث عن حوادث مشابهة وماذا كان الرد الإيراني أعتقد أهم حادث كان اغتيال قاسم سليماني وكان الرد الإيراني خجول جدا بمعنى عدد من صوريخ الكاتوشة التي لا تسمن وتغني من جوع وبالتالي انتهى الأمر وأعتقد أيضا سيكون الرد إيراني بسبب بسيط عندما نتحدث هنا عن القدرات نقول أن قدرات إيرانية لا مجال للمقارنة بين القدرات مع إسرائيل على سبب بسيط أو أحد أهم العوامل التي تثبت صحة هذا الكلام أن إسرائيل معروف تماما لديها ما يسمى اليد الطويلة وهي الطيران والتي لا تملكها إيران وأن كانت تملكها ولكن ليست طويلة بمعنى الطول يعني معنا نتحدث عن الطيران الإسرائيلي إسرائيل لديها أكثر من 950 طائرة من الجيل الثالث والرابع والخامس ولديها أيضا يعني عشرات بالمئات المروحيات مئات طائرات الناقبة لكل أنواع الطيران المساعد ولديها أكثر من ذلك يعني لديها عشر قواعد جوية لديها 22 مطار لديها 54 منطقة صالحة الهبوط رغم العمق الاستراتيجي القليل بالنسبة لإسرائيل إيران لا تملك قواجوية تملك طائرات مسيارة تملك صواريخ ولكن هذه يعني لا تستطيع أن تكون أداة هجوم رئيسية وذلك عندنا نتحدث كنتيجة مبدئية نقول هل تستطيع إيران أن تهاجم إسرائيل النتيجة لا وإن هاجمت فستكون هي الخاسرة الكبرى بسبب بسيط يعني يد الطول التي تحدثت عنها التي هي الطيران الإسرائيلي لدينا شاهد أو شواهد كثيرة نعم الطيران الإسرائيلي دمر الصواريخ في سوريا في عام 1982 في لبنان الطيران الإسرائيلي وصل إلى تونس وستهدف منظمة تعليل الفرنسطينية الطيران الإسرائيلي وصل إلى عن تابي في أوغندا واستطاع أن يخلص ميت بس بنفس الوقت إسرائيل تقوم بعمليات اغتيال الآن هل إيران قادرة على القيام بعمليات اغتيال أيضا؟ لا تستطيع هذا من يقوم بهذا العمل هي منظومة المخابرات أو الاستخبارات ومعروف تماما منظومة الاستخبارات الإسرائيلية تعتبر المنظومة الثانية في العالم أو الثالثة بعد بلد المتحدة إمريكية وبريطانيا إيران ليست لها أي مكان في هذه المنظومات والأهم من ذلك يعني معروف تماما أن هناك كثير من العملاء الإسرائيليين أو عناصر الاستخبارات الإسرائيلية الموجودين في إيران لأن كثير من الشوهد قد حصلت وخاصة فيما يتعلق بسرقة خمسين ألف وثيقة للمفاعل النووي وفي هناك قاعدة عسكرية تقول عندما أكون ضمن العدو فهذا يعني نصف المعركة وبالتالي إسرائيل طالما لديها عملاء أو تستطيع أن تحصل على معلومات استخباراتها من قلب إيران فهي تستطيع إذن أن تربح نصف المعركة إيران ليس لديها عملاء أبدا؟ إيران لا يمكن أن يكون إطاقا عملاء في إسرائيل لا يمكن حاولت بالمناسبة حاولت ولكن لا أعتقد أن الظروف الأمنية العالمية الظروف الأمنية العالمية إضافة طبعا إلى خبرة الاستخبارات الإسرائيلية يعني سواء الشابينت أو الموساد لا أعتقد أن إيران تستطيع أن تخترق هذا الجهاز بشكل مطلق لديه إمكانيات عالية والأهم ذلك أن من يرافق الموساد الإسرائيلي في عمله خاصة فيما يتعلق بإيران أو الدولة التي تعادي إسرائيل هي منظومة حرب إلكترونية يعني يستفيد حقيقة المخابرات الإسرائيلية يستفيدون كثيرا من منظومة الحرب الإلكترونية الإسرائيلية يعني لدينا هناك على أقل سرب نحشون سرب 122 الموجود في القواعد الجوية يعني يقوم بعمل استخبارته هائل كبير جدا لا تستطيع إيران أن تملك هكذا آلية أو تملك هذه منظومة ولذلك أتحدث أعود الحديث عن القدرات القتالية لأقول مثلا على سبيل المثال الصواريخ التي تملكها إيران يعني من أجل أن تكون هذه الصواريخ بحجم طلعة جوية يعني على سبيل المثال وليس الحصور طائرة إف-16 تستطيع أن تحمل ثمانة طول من القنابل إن أرادت إيران أن تبادل هذه الطائرة بصواريخ فعليها أن تستهدف أن تطلق لا أقل من 20 صاروخ وال20 صاروخ ليس بضرورة أن يصروا ربما يصل واحد والباقي لا يصل بالفعل يعني اليوم إذا عم نحكي بالقدرات العسكرية نحن عم نحكي عن فارق كبير بسية العميد بعد قتل قسم سليماني بـ 2020 إيران لم ترد بشكل عسكري ولكن بنفس الوقت رأينا كم نمت ذرعها العسكرية بالمنطقة وكيف سيطرت أكثر فأكثر في هذه المنطقة فتحت طريق مفتوح جدا وآمن جدا لها من إيران وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط اليوم إيران تعلم أنها لا يمكنها أن ترد على إسرائيل بس بنفس الوقت إيران متهمة بأنها وراء هجوم 7 أكتوبر اليوم من جانب إسرائيل وبالتالي يمكنها أن توجع ولكن بطريقة أخرى هذا كيف يمكن تعاطي معه؟ إذن كنا نتحدث عن القدرات وقلنا أن القدرات الإسرائيلية أكبر بكثير من القدرات الإيرانية تسمح لإسرائيل أن تنفذ عمليات جوية أو ضربات جوية كثيفة ومركزة في الأراضي الإيرانية ولا تسمح لإيران إيران لا تملك هذه الأدات التي تحدثت عنها ليد الطول لكن الأهم ذلك أن إيران تعتمد على أدواتها أدواتها اليوم أصبحت هشة بمعنى الحوثي اليوم لم يعد يملك تلك القدرة القتالية التي تؤهل أن يقوم بأي عمل وكنا قد لاحظنا كل الصواريخ التي تطلقها الحوثي لم تصل إلى أي منطقة في إسرائيل الأهم أيضا أن النظام السوري الذي يعتبر أحد أذر إيران أيضا فقد كل قدرة القتالية لا يمكن أن نقول أن هناك جهزية النظام لا أكثر من 15 إلى 20% عندما نتحدث عن جهزية 20% لا تؤهل إلى أي عمل عسكري أيضا العمل على حزب الله التي استنزفته إسرائيل خلال هذه الشهور التي مضت ست أو سبع شهور إذن إسرائيل استطعت حقيقة خلال هذه المرحلة تستنزف أهم أدات من أدوات إيران ألا وهو حزب الله وهي تعلم تماما أن ما وجد في سوريا اليوم استنزفت في سوريا القادة الإيرانيين ومصانع الأسلحة والطائرات المسيرة ومستودعات الأسلحة وبتالي إيران الذي استطعت أن تكونه أو تجمعه في سوريا لإيصاله إلى حزب الله أو لإيصاله للنظام خلال هذه السنوات الماضية خسرت لا أقل من 50% إلى 60% منه إذن اليوم إيران لم يعدده حتى أذرع إيران أصبحت قصيرة أصبحت ضعيفة ولذلك إيران قد تقوم إيران ربما ببعض الضاربات كرسائل صواريخ كما فعلت قبل عام أعتقد عندما أتقت صاروخ أرض أرض ووصل إلى منطقة إيلات أو إلى منطقة النقب قد تكون إيران لذر الرماد في عيون الحاضن الشعبية الإيرانية في الداخل قد تستخدم ضربات بسيطة أو قد توحي إلى أدواتها لتنفيذ عمليات كما يحصل حاليا في جبهة الجولان أو كما يحصل في جنوب لمنان ليس أكثر من ذلك أما أن تفتح إيران حرب فيبتكيد خاسرة خاسرة جدا شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هذا المساء في الأخبار ليلة العميد أسعد عوض الزعبي المحلل العسكري سوري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك